ولادة أزمات قد يصح وصف العلاقات بين تركيا والإمارات هذه المرة تستعان وزير الخارجية الإماراتي بالتاريخ ليتهم العثمانيين بارتكاب جرائم في المدينة المنورة مطلع القرن الماضي سريعا رد أردغان الذي يعتبر نفسه وريثا لمجد العثمانيين برد شخصي على عبدالله بن زايد أيها البائس الذي يفتر كذبا علينا أين كان أجددك في ذلك الوقت إنهم يفترون علينا من دون خجل عليك أن تعرف حدودك أولا هذا يعني أنك لا تعرف هذا الشعب بعد وهذا يعني أنك لا تعرف إردغان بعد وهذا يعني أنك لا تعرف أجداد إردغان أبدا هذا السجال الناري سبقته سلسلة منعطفات أدت إلى تدهور العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي ولا يخفى على أحد أن الشرارة كانت في سقوط حكم الإخوان في مصر برئاسة محمد مرسي اشتد حين ذاك العذاء بين إردغان وقادة الإمارات لم يرق للإمارات وبعض دول الخليج نقد تركيا العلني لإمساك عبدالفتاح السيسي بمفاتيح السلطة الذي دعمته وفتحت حروبها على جماعة الإخوان المسلمين التي يعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا امتدادا لها وتمسكت تركيا بموقفها الرافض لإسقاط مرسي ورفضت الاعتراف بشرعية الرئيس السيسي لاحقا وجه إردغان محاولة انقلاب عسكري واتهمت أنقرة الإمارات بالتورط في تمويل ذلك الانقلاب بعد تسلم الملك سلمان عرش المملكة السعودية هدأت الجبهات وقررت الرياض ترميم علاقاتها مع إردغان بعيدا عن تناقض موقفي البلدين في الملف المصري تمهلت الإمارات في حسم موقفها من تركيا في ظل تحديات إقليمية فقررت إعادة الدفء إلى العلاقات مع أنقرة تبادل دبلوماسي وزيارات ومحاولة لكسر حالة الجمود من باب الاقتصاد لكن رياحا هبت على الخليج بعد عام من الانقلاب في تركيا أعادت البرودة إلى تلك العلاقات ثلاث دول خليجية ومصر تقرر مقاطعة قطر في المقابل يقرر إردغان دعم حليفته بوضوح نكسة جديدة في العلاقة التركية الإماراتية أضافت إليها دبلوماسية أبو ظبي في أغسطس الماضي قدرا من الإثارة إذا استمرت إيران والتركيا بنفس الأسلوب والنظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في شؤون وقضايا عربية سنستمر في هذا الوضع إذا اليوم مش في سوريا بكرة في بلد آخر عبدالله بن زايد أعاد نشرة غريدة من الواضح أنها تحمل أبعاد مختلفة فجاء رد أردغان ليكشف الكثير من الاحتقان والتراكمات وعن استمرار الخلافات في كثير من الملفات